مش بقولك انت تغيرتي اصل انت اخر واحدة يدخل عليها الكلام ده اخر واحدة في الدنيا ممكن تصدق ان اكرم ممكن يتجاوز البنت دي ويرجع يطلقها وما تقولي ليش ان انت مش شايفة قد ايه مسيطرة عليه دي بتتعامل معاكا انه مريونات في ايدها في ايه يا ماما انت اسكى من كده بكتير طبعا انت استسهلت الموضوع وكالعادة مش في النايك ان انت تحلي اي مشاكل من اللي بتحصل دلوقتي وبقيت سلبية جدا واسهل حاجة تعمليها تكلمي آية وجزء آية عشان نيجو بقى ويشجعوك ويقعدوك كده في الجوازة وتبقى قاعدة جنب المقزون بقولك ايه ما تظلم الشريف هو اصلا كان جاي عشان يقعد معايا انا اه صحيح فكرتيني دي اول مرة في حياتي اظلم شريف او انا ما قلتلكيش اصلا انت بعد ما جتي قلتلي ان انت مشتي السيكوريتي بتاع المدرسة ورا الراجل اللي بيقولي من ابويا وشافه هو خارج من عندي شريف ما يعرفش اي حاجة عن الراجل ده بالعكس هو هيموت ويعرف الراجل ده تابع مين بالصوت اه يبقى انا اكيد فهمت الولد بتاع الامن غلط اصلا قاعد يوصف لي شارع كده اتهيق لي انه هو شبه شارع اللي فيه مكتب شريف يعني اسمه مكتب بابا مش مكتب شريف اعلي حبيبتي صح وحيفضل طول عمره مكتب ابوك بس على كل حال طم ان الراجل ده اختفى خلاص مش هيزهر تاني بس ظهر كده انه اتأكد انه مش هيعرف ينصب علينا وياخد مننا حاجة فخاف واختفى بقولك ايه كفاية بقى كلام في اللي فات خلينا في اللي جاي ان شاء الله حيكون احسن نفسي كده قاعد انا وانتي واخواتك ونفكر في مشاكلنا بالراحة ونحاول ندور على حلول اللي احنا فيه ده من غير ما نتغانق احنا في الاخر كده بقالنا فترة كل ما نوعى تنتكلم مع بعض نزعق وصوتنا يعلى وبقينا حاجة صعبة قوي قدت عايز اقولك ان بعيدا عن كل حاجة بتحصل انا بكد مبسوطة او اني تك هتعطي معلوم منك وانا كانت مبسوطة حبيبتي ربنا يعدي اليام دي على خير انا يعدي ايام شعوله كل حاجة انت بقى زي الفل اه رب بقولك يا اكرم يا حليبي صح صح كده معايا وركز ابوس ايدك الايام عملة تجري والمواضيع عملة تتسرسب وتخش في بعضيها وانا ما بقيتش عارف راسي من رجلي وانا بيدي ايه يعملو ما نتائه زيك ما هي التوها دي هتودينا في ستين دهية وحتضيع حقوقنا وانت لو نوي تتنزل عن حقك وتسيبه انا مش نوي سيب حقي ولا حق امراتي وحقي قبل حق امراتي اشترك في البقات الشهرية والسنوية باعلانات وبدون اعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية